السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول الاستخبارات الأمريكية تكشف دوافع مجاهرة دارك صالح بدعم إسرائيل غير التفاصيل كشف معهد استخبارات أمريكي اليوم الأحد سر قرار دارك صالح التنامم صراحة مع الاحتلال الإسرائيلي لأتي ذلك في أعقاب تظاهرات لأنصاره في معقله بالساحل الغربي لليمن ونشر معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية أبرز مراكز الاستخبارات الأمريكية تقريرا للباحثة الإيطالية اليونورا أرديماني تعتبر فيها التقارب مع إسرائيل بأنه انعكاس طبيعي لشباق القوى اليمنية التي وصفتها بالمناهضة لإسرائيل لخطب ود الدعم الأمريكي في مواجهة صنعاء وكانت الباحثة أرديماني تتحدث عن وصول وفود من ضارق والانتقال أبرز الأذرع الإماراتية جنوب وغرب اليمن واستبعدت الباحثة تقديم أمريكا أي دعم لكل الطرفين مشيرة إلى أن الدعم لا يزال افتراضيا لكنها لم تستبعد ذلك وكان ضارق صالح الذي يخوض حاليا حراكا في بريدانيا والولايات المتحدة للحصول على دعم مقابل حماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر دفع بإنصاره للتظاهر ضد ما يصفها بهجمات الحوثيين في إشارة إلى العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية أخرج ضارق تظاهرات في الخوخة والمخى أبرز معاقله وأهم المراطق المطلة على المنطقة الممتدة حتى باب المندب أشكركم على حسن المتابعة والإصلاة ولا تنسوا التعليق والعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا